اعتداءة بالضرب واستخدام مفرط للقوة واعتقالات هكذا واجهت الشرطة الإسرائيلية المتظاهرين في قرية الجيش الذين خرجوا للتعبير عن رفضهم لزيارة نتنياهو وتعكير أجواء بلدتهم الصافية ولا شي مسكونا بأيدينا ودفشونا وهددونا أنه هنا يحبزونا نحن نزار بشكل كتير قانوني على الآخر أنه بس مسكين اللافتات وبس عم تحكي طبعا لأنه مسكونا مسكونا بأيدينا ودفشونا مسكونا بأوعينا وهددونا تهديد عشان أنه نحن وفين نتزار عشان بيبي بدناش إياه يفوت على بلدنا وعرضنا مظاهرة نجاءت لتقول كلمة واضحة بأن قرية الجيش لا ترحب بنتنياهو وأعوانه ولن ترضى بالركوع والخنوع لجلاديها ولمن سن قوانين صنفتهم مواطنين من الدرجة الثانية نرفضه لأنه هو أساس هو واحد من المؤسسين السياسة العنصرية ضدنا وضد شعبنا فبطبيعة الحال إحنا ما منقبل ولا أي وعد ولا أنه إسا جاي يغير رأيه ويلعب على الأوطار الانتخابات نحن نرفضه كلها إحنا شعب واعي إحنا شباب واعي وما منقبل هذه الاستخفاف بعقولنا ولا بعقول شعبنا كما ويؤكدون بأن استقبال نتنياهو من قبل بعض ضعاف النفوس الهامشيين ليست إلا محاولة أخرى فاشلة لدب الفتنة بين أبناء المجتمع الواحد هو يريد ليس فقط أن يقتنس الأصوات هناك أيضا هدف تكتيكي بمعنى قدس الأصوات وهدف استراتيجي زرع الفرقة بين أهل هذا البلد الطيب عندما تأتي زيارته تلبس إطار أو استقبال من طائفة معينة هناك محاولة للتأكيد ونحن نعرف جيدا يعني التوجهات القائمة هناك محاولة لزرع الفتنة داخل البلد ولكن أهل البلد موحدين بمواقفهم حتى لو كانت هناك أصوات نشاز إطلاقا سيفشل مثل ما فشل بالسابق سيفشل هاي المرة شعبنا واعي شعبنا فاهم نتنياهو منيح شعبنا بعرف نتنياهو منيح شعبنا بعرف مين المحرد مين العدائي تجاهه ومين اللي سن القوني العنصري تجاهه ويعرف من تجربتنا طويلة السنين أنه فقط الوحدة وفقط العمل الجماعي ونحافظ على أنفسنا هذا هو عمليا ضمان أنه نسد العنصري والفشي والتحري ضد المجتمع العربي سياسة إسرائيلية عنصرية موحدة تتبعها حكومات إسرائيل تجاه المواطنين العرب لا تفرق بين مسلمين مسيحيين أو دروز ازدادت شراستها مع تولي نتنياهو السدة الحكم في إسرائيل واقع يدركه تماما أبناء قرية الجيش والمجتمع العربي عامة ويحرصون على مواجهته بكل الوسائل والسبل المتاحة أمامهم وحدة وحدة وطنية إسلام ومسيحية